هذا وتتعظم رؤية عمان 2040 بتطلعاتها المستقبلية وبأهدافها التنموية المستدامة التي تضع في قمة أولوياتها الوطنية توفير حياة كريمة مستدامة للجميع وتدعيم ركائز الحماية المجتمعية بجميع أشكالها هذا وتمضي رؤية عمان إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام في مجالات العمل الحيوية كفا ليكون قائما على التنمية والمعرفة والابتكار وريادة العمل باستنادها على ثلاثة محاور رئيسية الإنسان والمجتمع الاقتصاد والتنمية الحوكمة والآداء المؤسسي تتعظم رؤية عمان 2040 بتطلعاتها المستقبلية وبأهدافها التنموية المستدامة التي تضع في قمة أولوياتها الوطنية توفير حياة كريمة مستدامة للجميع وتدعيم ركائز الحماية المجتمعية إضافة إلى توجيه العناية المطلقة للتعليم والتعلم والبحث العلمي الذي يقود إلى مجتمع معرفي وقدرات وطنية منافسة إلى جانب إيجاد نظام صحي رائد بمعايير عالمية من خلال توفير رعاية صحية شاملة وعادلة للقاطنين في مختلف محافظات السلطنة رؤية عمان 2040 جاءت لتكون بوابة السلطنة المشرعة لعبور المعيقات إلى سبيل اللارجوع وهي منارة ستستدل مسقط من خلال نورها تلك الوجهة لمواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية واستثمار الفرص المتاحة وتوليد الجديد منها من أجل تفعيل مبدأ التنافسية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي وتحفيز نمو الثقة في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في محافظات السلطنة ككل إلى جانب ما سبق فإن رؤيتها عمان الشاملة تأتي وفي جعبتها جملة من السياسات والخطط المبرمجة لبناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على التنمية والمعرفة والابتكار وريادة الأعمال تكون أطوره متكاملة وتنافسية ومستوعبة للثورات الصناعية ومحققة للاستدامة المالية بأدوات سياسة مالية ونقدية واقتصادية مستنيرة وموازنات توظف الإرادات العامة بفعالية لتضعها في مكانها السليم وتسعى رؤية عمان 2040 إلى خلق قطاع خاص متمكن يقود اقتصادا تنافسيا ومندمجا مع الاقتصاد العالمي فضلا عن توفير بيئة أعمال تنافسية وجاذبة الاستثمار تمارس فيها الحكومة الدورة التنظيمي المقترن بكفاءة وسلاسة الإجراءات الإدارية الناجحة وصولا إلى تكوين شراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحسين الكفاءة الإنتاجية وتأسيس إطار حوكمة ينظم خسخصة المشاريع والخدمات العامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر